اشتركوا في القناة الفرع الخامس اهل العالمين الجديدة يدخل حيز التنفيذ الاهل يواجه حرص الحدود لتأمين صدارة الدورة الممتاز الكاف يوافق رسميا على مد مهلة ارسال ممثل مصر في بطولتي افرقيا الاصابة والطرف الصناعي يهدد ان سوارس بالاحتزال واخيرا السعودية تطلق برنامج لاستدامة الكراءة النسائية واكيد معانا احداث تانية كتير لكن قبل ما نبدأ حياتنا عايز اقول حاجة مهمة جدا الاهلي خلاص فاز بطولة افرقيا لكن الاحتفالات انتهت الاهلي بيكسب بطولة بيفكر في اللي بعدها وكمان مجلس ادارة الاهلي افتتح فرع التجمع الخامس ودلوقتي على طول بيبدأ شغل علشان فرع الخامس ليه في العالمين هو ده سيستم النادي الاهلي هو ده التطبيق الفعلي لشعار تاريخ مبادئ تطوير شعار دخل بيه مجلس ادارة النادي الاهلي وبرئاسة كابتن محمود الخطيب الانتخابات وحققه بالفعل على مدار السنوات اللي فاتت واكيد المستقبل هيكون مليء بالانجازات والتطور كل اللي كسبناه وعملناه خلاص اصبح تاريخ المهم السبات على المبادئ والتقاليد الخاصة بالنادي الاهلي واستمرار التطوير هو ده الاهلي ده كان حاجة مهم من نهة التقالي خلاص الفرع الخامس احنا دلوقتي خلاص فتحنا الفرع الرابع وبنفكر في فرع الخامس ونفس الكلام خدنا بطولة بنفكر في اللي بعدها دي سيستم النادي الاهلي يمكن البطولة دي احتفلنا بيها شوية لكن العادي ان احنا البطولة خلصت النهاردة لو فيه راحة يومين ثلاثة بعد كده خلاص بنفكر في البطولة اللي بعدها تفكير النادي الاهلي كله دلوقتي في بطولة الدوري نبدأ اخبار ده من عند الفرع الرخامس اهلي العالمين الجديدة يدخل حيز التنفيذ استكمالا لخطة مجلس ادارة النادي الاهلي اللي بتستهدف انشاء فروع جديدة للنادي الاهلي في الكاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة وبعد دراسات متكاملة لعمليات المشروع المقدمة يعني طبعا اجتماع المشروع المقدم وافق مجلس ادارة النادي الاهلي اجتماع اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب الاجتماع كان مبارح طبعا زي ما حدركم عارفين على البدء في الاجراءات الادارية والقانونية للتعاقد مع على انشاء الفرع الخامس للنادي الاهلي اللي هيكون بمدينة العالمين الجديدة على مساحة تبلغ 43 فدام طب تخصصها بالفعل للنادي من جانب هيئة المجتمعات الامرانية الجديدة بالتعاون مع شركة الاهلي للتنمية العقارية صبور وشركة سموحة العالمين للاستثمار والتنمية وده دليل على الكلام اللي قلتلكه في المقدمة وانه مش مجرد كلام مجلس ادارة النادي الاهلي بيشتغل بكل قوة الفرع الرابع عمل طفرة انشائية جديدة تضاف لانشاءات النادي الاهلي وبالمناسبة بنشوف لحد دلوقتي كل يوم ناس كتير متقدمة على عضوية الفرع الرابع ففرع التجمع والخامس كله بيصارع انه يخش وحريص انه ينضم لعائلة النادي الاهلي ده شيء مهم يعني ده شيء انا حاسس ان احنا زيها زي البطولات بنخلص البطولة نخش في البعدها نفس الكلام مجلس ادارة ماشي بنفس السيستم بنخلص الفرع ده بنفكر في اللي بعد كده اللي هيضيف لنادي الاهلي وهيضيف لعضاء النادي الاهلي وهيضيف لجمهور النادي الاهلي ده الاساس بتاع النادي الاهلي تعالوا نشوف تأرير عن الاهلي وانجازاته في الانشاءات وتحديث وتطوير فروعه ونرجع نكمل كلامنا منذ تأسيس النادي الاهلي عام 1907 والطموحات لا تنتهي والاحلام دائما ما تتحقق بالاسرار والعزيمة والتفاني والاخلاص من قبل الادارات المتعاقبة لكيان القلعة الحمراء عشرون يوما مرت على افتتاح مقر النادي الاهلي في القاهرة الجديدة والذي يعد استمرارا واستكمالا للطفرة الانشائية والخدمية الكبيرة في كل مقرات النادي الاهلي حتى زفت إدارة القلعة الحمراء بشرة جديدة بموافقة مجلسها في اجتماعها يوم أمس برئاسة الكابتن محمود الخطيب على البدء في الإجراءات الإدارية والقانونية للتعاقد على إنشاء الفرع الخامس للنادي الاهلي والذي سيكون بمدينة العالمين الجديدة على مساحة تبلغ 43 فدانا تم تخصيصها للنادي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع شركة الاهلي للتنمية العقارية صبور وشركة سموحة العالمين للاستثمار والتنمية المشروع يأتي استكمالا لخطة مجلس الإدارة التي تستهدف إنشاء مقارا جديدة للنادي في القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة في ظل منظومة إدارية ناجحة تكللت بإنجازات وبطولات وتوسعة عمرانية وإنشائية وخدمية في كافة مقار القلعة الحمراء الأربع في مقر الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس التي تتضمن مجموعة عظيمة من الإنشاءات والملاعب والبنى التحتية جعلته مفخرة لخدمة عضائه والرياضة المصرية بشكل عام تواكبا مع الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات والسير على نهج الدولة المصرية في التنمية والتعمير والتطوير والبناء الطفرة الإنشائية التي يشهدها النادي الأهلي في مختلف مقاراته ليست فقط لخدمة عضائه فقط وإنما تتخطى ذلك إلى كونها إضافة كبيرة للبنية التحتية الرياضية المصرية وسيظل الأهلي بتاريخه العظيم ومبادئه الراسخة وبالتطوير المستمر يقدم مثالا لمسيرة مليئة بالعطاء والبطولات ستبقى خالدة تتوارثها الأجيال بعد الأجيال محفورة في قلب كل من يعشق القلع الحمراء زي ما هنرىكم شوفتوا طبعاً الطفرة الإنشائية الكبيرة اللي حصلها